السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الخير وأهلا وسهلا بكم في جنة الإسلام الأنبياء هم صفوة الخلق وأفضلهم فالله أعلم حيث يجعل رسالته وأنهم موصوفون بصفة العبودية فكانوا أحق بهذا الوصف دون غيرهم ولم لا وهم القدوة الطيبة والأسوى الحسنة لأقوامهم في تحقيق العبودية لله وهذا يتضح جليا في قوله تعالى أولئك الذين هبى الله فبهداهم قتده مشاهدين الكرام هذه الحلقة ستكون حلقة ماتعة وممتعة بصحبة كوكبة من علماء الأخضر الشريف أرحب بضيفي الأول فضيلة الدكتور أحمد سمير الأزاري دكتور السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ومنور جنة الإسلام وارك الله فيكم أكرم ورحمة الله أهلا وسهلا وأرحب بضيفي الثاني الشيخ رجب حسن أبطالب بكلية الدعوة جامعة الأزار الشريف مولانا السلام عليكم نور جنة الإسلام ومنور نمشرفني وأهلا وسهلا بك مشاهدين الكرام لابد أن نصدر هذه الحلقة بحلو الكلام بحديث الرحمن وصدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه مولانا تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحَا وَآلَ إِبَرَاهِيمُ وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْدِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحَا وَآلَ إِبَرَاهِيمٌ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحَا وَآلَ إِبَرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْدِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَتْ اِمْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطُنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ أحسنت مولانا جزاك الله كل خير يعني نشرت الخشوع في الاستوديو وفي الحلقة أسعدك الله دكتور من خلال هذه الآيات الكريمة أنزر الله عز وجل القرآن من أجل أن يتدبر الناس فيه والله عز وجل ذكر في القرآن عددا من الأنبياء والله عز وجل الأنبياء الذين أرسلهم إلى الناس عددهم كبير كما ورد ذلك في مسند الإمام أحمد من حديث أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله كم عدد الأنبياء قال مائة وعشرون ألفا من خلال كل هذه الآيات الله عز وجل ذكر خمسة وعشرين نبيا في القرآن الكريم اسمح لي أسأل فدراتكم وعلى كل ما معنى النبي والرسول وهل هناك فرق بين النبي والرسول بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين أولا نشكر فضيلة الشيخ على هذه التلاوة ذكرنا بالشيخ محمود خليل حصري رحمه الله علي رحمة الله أرك الله فيك الله يزيدك رفعة مبهاء وجمال وجلالك آمين عبد أنا من عشاك المدرسة المصرية الله يكرمك عبد أكرمك الله نعم النبوة والرسالة نعم حتى لو نظرنا إلى الآيات التي بدأ بها القفضيلة الشيخ إن الله اصطفى فالنبوة والرسالة استفاء هي الصفاء من الله تبارك وتعالى نعم النبوة اصطفاء وأما الولاية اكتساب النبوة النبوة اصطفاء أما الولاية الولاية اكتساب اكتساب نعم يعني اكتساب يعني الإنسان إذا عمل بما أمره الله تبارك وتعالى آمن بالله وعمل بما أمره الله أدى الواجبات اجتنم المحرمات ازاد بالنوافل هذا يستطيع أن يصل إلى مرتبة الولاية تمام أما النبوة مهما أتعب الإنسان نفسه في الطاعات والعبادات ونحو ذلك لا يصل إلى مرتبة النبوة بل هي الصفاء من الله تبارك وتعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وبدأ بآدم ليدل ذلك على أن سيدنا آدم عليه السلام هو أول الأنبياء والمرسلين أول الأنبياء والرسل هو سيدنا آدم عليه السلام ونزل بشريعة إلى أبنائه تبليب نسمح في بعض الأحاديث إن نوح هو أول الأنبياء نبوة آدم نبوة مطلقة أولية مطلقة أما أولية نبوة نوح أولية مقيدة بمعنى آدم أول رسل الله إلى الأرض أول الأنبياء والمرسلين أول من نزل بشريعة أما نوح هو أول نبي أرسل إلى قوم كافرين يا سلام ثاني آدم أول الأنبياء والرسل نعم ونزل بشريعة إلى أبنائه وبعض كان فيه شيث وإدريس ثم بعد ذلك نوح نوح هو أول نبي أرسل إلى قوم كافرين كان الناس في زمن آدم وفي زمن إدريس وفي زمن شيث وفي زمن إدريس كانوا كلهم على دين الإسلام موحدين نعم على دين التوحيد نعم بعد ذلك حصل الكفر والإشراك بالله لما دخل بقى شيطان نعم وصور لهم بعض الأشياء التي عبدوها من دون الله حينما صوروا بعض التماثيل لبعض الأولياء الصالحين ثم بعد ذلك عبدوها من دون الله تبارك وتعالى فنوح هو أول نبي أرسل إلى قوم كافرين يعني بعد حصول الشرك والكفر في الأرض نعم أيضا هؤلاء الأنبياء الذين اصطفاهم الله وبعثهم لهداية الناس هؤلاء لهم صفات ينبغي علينا معرفتها طيب قبل أن ندخل في صفات نفرق بين النبي والرسول نعم النبي والرسول كلاهما من بني البشر حل يعني النبي الرسول والنبي غير الرسول هو من البشر من الرجال فالنبوة يأكل كما نأكل واشرب واشرب واتذور فالنبوة لم تكن في النساء حل لا يوجد امرأة نبية بل الله خص بها الرجال ولله أن يختص من عباده لما يشاء سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها الله النبي الرسول والنبي غير الرسول كلاهما من البشر من الرجال اصطفاهم الله بالنبوة والرسالة النبي الرسول هو إنسان من بني البشر اصطفاه الله بالنبوة والرسالة وأوحي إليه بشريعة بشريعة كاملة وقبل ذلك ينبغي أن نعلم أن كل الأنبياء جاءوا بأصل واحد عبادة الله عبادة الله الواحد الأحد اللي هو الدين واحد ودين الإسلام كلهم كل نبي أرسل إلى قومه كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله كان يدعو الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد الفرض الصمد الذي لا شبيه له ولا مثيل سبحانه وتعالى خلق كل شيء ولا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى لا يحتاج لا إلى السماء ولا إلى الأرض ولا إلى أي شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى غني عن العالمين سبحانه وتعالى فالعقيدة واحدة العقيدة واحدة وهذا ورضى في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال في مروي عنه الأنبياء إخوة لعلات والإخوة لعلات هم الأنبياء هم الإخوة من أب واحد وأمهات مختلفة نبي شبههم بذرق قال الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد يعني الأصل الذي جاء به عبادة الله لا إله إلا الله الدعوة إلى لا إله إلا الله إلى توحيد الله إلى تنزيه الله تبارك وتعالى دينهم واحد وأمهاتهم شتى أي وشرائعهم مختلفة الاختلاف في الشرائع في ذلك يقال الشرائع السماوية كشريعة القرآن كشريعة الإنجيل الأصلي كشريعة الطورة الأصلي كشريعة آدم كشريعة إبراهيم موسى إلى غير ذلك من الأنبياء والمرسلين فالنبي الرسول نزل عليه تشريع شريعة جديدة شريعة قد تكون شريعة جديدة ناسخة لشرائع النبي الرسول الذي قبله أو تكون شريعة كالتي نزلت على سيدنا آدم عليه السلام بها الأحكام بها الأسس بها الضبابط التي أول مرة ينزل بها إلى قومه نعم أما النبي غير الرسول هو إنسان من بني البشر اصطفاه الله من نبوة ولكن لم يأتي بشريعة جديدة لم يأتي بشريعة ناسخة لشريعة النبي الذي قبله بل يؤمر بتبليغ شريعة النبي الذي قبله نعم والذي معه يؤمر بتبليغ شريعة النبي الذي قبله وهنا ينبغي أن نعلم لأنه في بعض الكتب يوجد بعض الأشياء يقولون النبي غير الرسول غير مأمور بالتبليغ نقول لهم إذا كان المسلم العادي وفرض عليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر فكيف بالنبي وإذا لم يكن مأمورا بالتبليغ فما الفائدة من إرساله هذا موجود في بعض الكتب ينبغي أن ينتبه له نعم فالنبي غير الرسول كذلك مأمور بالتبليغ والنبي الرسول كذلك مأمور بالتبليغ تب مثال النبي رسول كآدم عليه السلام كسيدنا نوح كإبراهيم كموسى عليه السلام سيدنا موسى وسيدنا هارون جاءوا بشريعة التوراة أنزلت عليهم شريعة التوراة نعم تب من النبي غير الرسول كسيدنا يوشع ابن نون الذي أمر بتبليغ شريعة التوراة التي نزلت على من؟ نزلت على سيدنا موسى عليه السلام عليه السلام نعم ده بالنسبة للفرق بين النبي الرسول والنبي غير الرسول طيب أستاذا حضرتك نرجع للشيخ رجب مولانا نحن عايزين بقى إيه؟ عايزة يعني أمتع قلوب السادة مشاهدين وأسمع السادة مشاهدين بابتهال ديني فضل إن الله وملائكته نصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما يا سيد الكونين جئتك قاصدا يا سيد الكونين جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بحماك يا سيد الكونين جئتك قاصدا يا سيد الكونين جئتك قاصدا أرجو رضاك أرجو رضاك وأحتمي بحماك يا سيد الكونين جئتك قصدا والله يا خير الخلائق إِنَّ لِي قَلْبًا 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 مَشُوقًا لَا يَرُومُ سِغَاكَ أَرْبًا قَلْبًا مَشُوقًا لَا يَرُومُ سِغَاكَ أَلْنَّبِي صَلُّوا عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَزِدْ وَبَارِكَ عَلَيْهِ عليه الصلاة والسلام ما أجمل أن نسمع الإبتهال ومتحي النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت برق الله فيك دكتور قبل الابتهال تحدثنا عن معنى النبي ومعنى الرسول وقدرنا نفرق بين النبي ورسول هل حدثتنا عن صفات الأنبياء وما هي أهم صفات الأنبياء النبي والرسول كما ذكرنا وذكرنا الفرق بينهما وذلك ذكرت قبل في المقدمة كما ورد في حديث ابن حبان عدد الأنبياء والرسول 124 ألف نبي ورسول بعثهم الله من الناس وهؤلاء الأنبياء والرسول لهم صفات تجب لهم صفات قبل النبوة وبعد النبوة فمن الصفات الواجبة للأنبياء يجب لهم الصدق ويستحيل عليهم الكذب الصدق ويستحيل في حقهم الكذب لذلك ما ورد في بعض الحديث سيدنا إبراهيم كذب ثلاث كذبات هذا يعني صورته صورة الكذب ولكنه في الحقيقة صدق وصواب ما يسمى بالتورية اتنين يجب لهم الأمانة ويستحيل عليهم الخيانة فلا يخونون لا يتتبعون مثلا عورات النساء ونحو ذلك هذه خيانة إذا استشارهم الناس في أم أو تمنهم الناس على شيء لا يخونونهم كذلك الفطانة كل نبي يجب أن يكون فطنا ذكيا يعني يستحيل عليهم الغباوة يعني لا يحتاج إلى أن يعاد ويكرر عليه الكلام مرات ومرات حتى يفهم لا حتى الفطنة دي من خلالها من خلال الفطنة دي تستطيع أن يعني توصل المعلومة إلى الأمانة بسرعة لذلك لما تناظر النمرود مع سيدنا إبراهيم قال له كذا فمباشرة يعني جاء بشيء آخر فبهت الذي كفر وكذلك سائر النبيين كذلك يجب للأنبياء أن يستحيل على الأنبياء كذلك الأمراض المنفرة التي تنفر الناس منهم وهذا ينبغي أن ننبه إلى أمر ألا وهو سيدنا أيوب عليه السلام عليه السلام ضرب به المثل في الصبر ابتلاه الله صبر وتحمل ولكن الله عز وجل لم يبتليه بمرض منفر يعني لم يخرج منه الدود ينبغي أن ننتبه كثير من الناس يظنون أنه كان يخرج منه الدود هذا مرض منفر يعني الله يحفظ ما أنا الآن لو كان يخرج مني الدود ما استطاع أحد منكم أن يتحملني فكيف بالنبي الذي يجمع الناس فيستحيل على الأنبياء الأمراض المنفرة كخروج الدود وكالبرس والجذاني ونحو ذلك كذلك الله عصم الأنبياء من الكفر والكبائر وصغائر الذنوب التي فيها خصة ودناء الكفر فلا يعبدون غير الله أما ما ورد في القرآن في حق إبراهيم أنه تارضا ينظر إلى الشمس والكوكب والقمر ونحو ذلك هذا كان إبراهيم يقيم عليهم الحجة بالدليل العقلي أن هذا المتغير يتغير من حال إلى حال هذا أكبر فلما أفل قال لا أحب الآفلين أقام عليهم الحجة وأما قوله إن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين معناه لو لا هداية الله لي من قبل لضللت كما ظلت ولكن الله عصمني فلكن الله حفظني والله قال وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء كذلك الأنبياء يستحيل عليهم الكبائر قبل النبوة وبعد النبوة فسيدنا يوسف عليه السلام لم يهم ولم يفعل فاحشة الزنا بل كان معصوما حفظه الله سبحانه وتعالى كذلك صغائر الذنوب التي فيها خصة ودناءة مستحيلة على الأنبياء كسرقة حبة عنب كسرقة حبة سمسم كاختلاس النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة ونحو ذلك هذا مستحيل على الأنبياء قال العلماء أما المعصية العادية التي دون الكفر ودون الكبائر وليست فيها خصة ودناءة قال بعض العلماء يجوز أن يقع فيها النبي لكن بشرط أن ينبه فورا للتوبة قبل أن يقتدي به غيره في فعلها لأنهم قدوة للناس ولذلك الله بعثهم وأرسلهم وحفظهم وأيدهم بالمعجزات الباهرات وهذه الحلقة تمهيدا إن شاء الله لما سنتكلم عنهم في الحلقات المقبلة من معجزة الإسراء والمعراج ونحو ذلك فأحببنا أن نبدأ بهذه التوطيئة يعني التمهيد والناس في حاجة إلى إرسال الرسل الناس في حاجة إلى إرسال الرسل لأن الواحد مننا لا يعرف مصالح دينه ودنياه وما ينجيه في الآخرة إلا عن طريق الوحي إلا عن طريق الأنبياء والمرسلين باتباع شريعتهم التي جاءوا بها فبها النجاة في الدنيا والآخرة طيب دكتور يعني للأسف في الوقت انتهى فأنا أشكرك شكرا جزيلا على هذا الكم من المعلومات شكرا جزيلا مولانا يعني أشكرك شكرا جزيلا لكن قبل الختام هجعل حضرتك وقت تداعب قلوب السادة المشاهدين مشاهدين كرام يجب علينا أن نقتضي بصفات الأنبياء ولماذا؟ والله عز وجل أنزل عليهم الرسالات من فوق سبع سماوات لكي نتعلم منهم ولكي نقتضي بهم فإن الاقتداء بالأنبياء يؤدي إلى رضا الله ورضا الله يؤدي إلى الجنة والجنة لا تأتي إلا من خلال تلاوة القرآن الكريم والصلاة والصيام والذكر والزكاة والتخلق بالأخلاق الحسنة والصدق والصبر وعدم الكذب وعدم الشك في الناس فلا بد أن نستقبل هذه المنح في هذه الأيام المباركة مشاهدين الكرام أترككم مع فادلة الشيخ رجب حسن بتلاوة قرآنية مباركة تفضل مولانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإثنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم